المقدمة الثانية تعريف مجز بموقع برنامج الخاتمة بين البرامج المتقدمة برنامج الخاتمة جزء رابع من ملف الكتاب والعطرة للتذكير ولمعرفة تسلسلي البرامج التي قدمت على شاشة القمر أو على موقع زهرائيون برنامج ملف الكتاب والعطرة له مقدمة مقدمة هذا البرنامج برنامج مفصل عنوانه ملف التنزيل والتأويل كنت قد قدمته سنة 1434 للهجرة يتألف من 27 حلقة ساعات هذا البرنامج 60 ساعة 51 دقيقة 45 ثانية هذا البرنامج مقدمة ل ملف الكتاب والعطرة الجزء الأول من ملف الكتاب والعطرة عنوانه العقل الشيعي قدمته في سنة 1434 للهجرة يتألف من 25 حلقة عدد ساعاته 64 ساعة و 30 دقيقة و 28 ثانية الجزء الثاني من ملف الكتاب والعطرة برنامج عنوانه الكتاب الصامت قدمته في سنة 1435 للهجرة عدد حلقاته 56 حلقة عدد ساعاته 117 ساعة و 8 دقائق و 17 ثانية الجزء الثالث من ملف الكتاب والعطرة الكتاب الناطق قدمته سنة 1437 للهجرة عدد حلقاته 163 حلقة عدد ساعاته 436 ساعة و 37 دقيقة و 57 ثانية هناك برنامج ملحق بالأجزاء المتقدمة برنامج قرآنه تحديداً سورة سورة الأعراف قدمته سنة 1438 للهجرة يتألف من 24 حلقة عدد ساعاته 62 ساعة 56 دقيقة 31 ثانية هناك تطبيقات عملية للأجزاء المتقدمة مرادي للجزء الأول والثاني والثالث من برنامج ملف الكتاب والعطرة هناك تطبيقات عملية برنامج الثائر الحسيني الوفي المختار الثقفي هذا تطبيق عملي وعلمي لما تم عرضه في الأجزاء الثلاثة من ملف الكتاب والعطرة الثائر الحسيني الوفي المختار الثقفي قدمته سنة ألف أربعمية وستة وثلاثين للهجرة يتألف من خمسة وعشرين حلقة عدد ساعاته تسعة وأربعين ساعة وثلاثين دقيقة وثلاثة وخمسين ثانية برنامج آخر الأمان الأمان يا صاحب الزمان قدمته سنة ألف أربعمية أو تسعة وثلاثين للهجرة عدد حلقاته خمسة وثمانين حلقة وعدد ساعاته مية وتسعة وتسعين ساعة وتسعة وأربعين دقيقة وستة وثلاثين ثانية وأيضاً دليل المسافر قدمته سنة ألف أربعمية وأربعين للهجرة عدد حلقاته ستة وستين حلقة وعدد ساعاته مية وخمسة وستين ساعة وثلاث دقائق وليس هناك من ثواني هناك مجموعة من برامج التعقيم والتطهير العقلي إنني أتحدث عن العقل الديني الشيعي فهناك مجموعة من برامج التعقيم والتطهير العقلي السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية قدمته سنة ألف أربعمية وثمانية وثلاثين للهجرة عدد حلقاته ثمانية واربعين حلقة عدد ساعاته مية وثمانية وثلاثين ساعة ستة وخمسين دقيقة ثمانية واربعين ثانية برنامج قتلوك يا فاطمة برنامج مهم جدا قدمته سنة ألف أربعمية واربعين للهجرة خمسة وثلاثين حلقة عدد ساعاته مية وواحد ساعة أربعة وثلاثين دقيقة ستة وخمسين ثانية برنامج يا خادم الحسين أعرف ثم أخدم هذه مجموعة برامج التعقيم العقلي إنها البرامج التي تكون نافعة في تطهير العقل الشيعي من القذارات الناصبية التي أقحمتها المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية في عقولنا يا خادم الحسين أعرف ثم أخدم قدمته سنة ألف أربعمية وواحد واربعين للهجرة عدد حلقاته عشرون حلقة عدد ساعاته خمسة وخمسين ساعة وتسعة وعشرين دقيقة وست ثواني مجزرة سبايكر قدمته سنة ألف واربعمية وواحد واربعين هجري عدد الحلقات خمسة واربعين حلقة عدد الساعات مية وثمانية وتسعين ساعة تسعة وخمسين دقيقة أربع ثواني برنامج شهر رمضان ألف واربعمية وواحد واربعين هجري على شاشة القمر قدمته في السنة الماضية في شهر رمضان الماضي سنة ألف واربعمية وواحد واربعين هجري عدد حلقاته خمسون حلقة عدد ساعاته مية وثلاثة وثلاثين ساعة وخمس دقائق وستة وخمسين ثانية قطعا هناك سلسلة طويلة وطويلة جدا من البرامج التي قدمتها طيلة السنوات الماضية وهي موجودة على الشبكة العنكبوتية لكنني أشرت فيما أشرت إليه إلى أهم البرامج التي ترتبط ارتباطا وثيقا بما سألخصه بما سأقدمه بما سأعرضه بين أيديكم في هذا البرنامج أتمنى على أبنائي وبناتي من شبابي شيعة الحجة ابن الحسن أن يقدروا قيمة هذا الذي أضعه بين أيديهم هذا جهد كبير جدا تنتهي المقدمة الثانية لن أعلق أكثر من ذلك فإن الخاتمة هي الجزء الرابع الجزء الأخير من ملف الكتاب والعترة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة